موسيقى في أعلى حصيلة يومية ليبيا تسجل أكثر من 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا عقوب يؤكد أن الوضع الوبائي غير مطمئن ويدعو إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والغرفة المركزية تطالب المرافق الصحية باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من انتشار كورونا أهلا بكم مشاهدين الكراف في نشرة الثامنة من قناة ليبيا وتتابعون فيها أيضا المنظمة الدولية للهجرة تقدم مواد إغاثة أساسية لعدد من النازحين في منطقة هراوة أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 404 إصابات جديدة وثمانية وفيات بفيروس كورونا المستجد في حصيلة الوضع الوبائي ليوم الخميس سجل معظمها في مدينتي طرابلس ومصراتة وتوزعت على 19 مدينة ليبيا في حصيلة هي الأكبر منذ بدء انتشار الوباء تفاصيل الوضع الوبائي في ليبيا نتابعها في هذا التقرير ما كان إلى وقت قريب مدعاة للتندر من قبل بعض غير الآبهين بخطر فيروس كورونا المستجد هاهم اليوم يستيقظون على رقم مفزع 404 إصابات جديدة بفيروس كورونا أعلن عنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض رقم يدق ناقوس الخطر بأن القادمة لن يكون أفضل في ظل شح في الإمكانات يقابله عدم جدية في الالتزام بإجراءات الوقاية على بساطتها المركز الوطني وفي إحاطته الوبائية اليومية ليوم الخميس كشف عن هذا الرقم الكبير وغير المسبوق الناتج عن تحليل 2144 عينة موزعا على 19 مدينة تصدرتها طرابلس بـ 184 إصابة جديدة فمصراتا بـ 122 ثم زليتا بـ 17 حالة والخمس بـ 16 وبنيوليد وترهونة بـ 11 حالة في كل منهما فيما سجلت صبراتا 10 حالات والنواحي الأربع 7 حالات وجنزور 6 حالات وبنغازي 4 حالات وزوار ثلاث حالات من جنسية غير ليبيا وحالتان في كل من المايا وسيد السايح وسبها وطبرق وغيرجان فيما تم تسجيل حالة واحدة في كل من العامرية ومسلاتا وشويرف وكما تضاعف عدد الإصابات تضاعفت كذلك الوفيات الجديدة فقد سجل المركز وفاة ثمان إصابات سبع في مصراتا وواحدة في سبها ليبلغ إجمالي الوفيات مائة وسبعة وليقفز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا إلى أربعة آلاف وثمانمائة وتسع وسبعين حالة النشطة منها أربعة آلاف ومائة وعشرون فيما بقي معدل الشفاء خجولا برقم لم يتعدى ستمائة واثنتين وخمسين حالة شفاء بعد تسجيل اثنتين عشرة حالة شفاء الخميس توزعت مناصفة بين مصراتا وزليتا ومع هذه الأرقام التي تنذر بأن الوضع الوبائي في البلاد آخذ في التدهور يوما بعد يوم صار لزاما على الجميع أخذ الأمر بمحمل الجد وذلك بالتطبيق الصارم لكل الإجراءات الاحترازية المعلن عنها من خلال التباعد الجسدي وعدم التجمع والاختراط ومنع المناسبات الاجتماعية أيا كانت وحظر التجول والتنقل بين المدن خاصة تلك التي سجلت أرقاما كبيرة بما يشبه البؤر الوبائية والأخذ بكل أسباب الحد من تفشي الفيروس وانتشاره للخروج بالبلاد من شفير وضع وبائي كارثي ينذر به هذا الرقم الجديد سجلت مدينة صبراتا اليوم أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في المدينة وأوضحت لجنة الطوارئ لمكافحة وباء كورونا ببلدية صبراتا أن الحالة المتوفى تبلغ من العمر أربعة وثمانين عاما وبيّنت اللجنة أن الحالة تم نقلها وإيواؤها بقسم العزل بزاوية الدهماني بسبب حاجتها إلى العناية الحثيثة قبل أن يعلن عن وفاتها صباح اليوم كما أعلنت إدارة فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بمدينة الزاوية اليوم تسجيل خمس إصابات جديدة بفايروس كورونا في المدينة وأوضحت الإدارة أن الإصابات الخمس تم اكتشافها عقب فحص 49 عين بمختبر صحة المجتمع بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالزاوية كما أعلنت تسجيل حالتي شفاء في مدينة صرمان أما في طبرق فقد أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية اليوم تسجيل ثمانية حالات شفاء من فيروس كورونا وخروجها من قسم العزل وأضفت اللجنة أنه تم تسجيل إصابة جديدة لحالة مخالطة بعد سحب تسع عينات جاءت نتائج ثمان منها سالبة كما أوضحت اللجنة أن إجمالية الإصابات في طبرق بلغ 53 حالة حتى لان في سياق المتصل أكد وزير الصحة سعد عقوب أن الوضع الوبائي غير مطمئ ودع المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية جاء ذلك في مؤتمر صحفي أمس عقب اجتماع موسع عقده النائب الثاني لرئيس مجلس النواب حميد حومة مع عدد من الوزراء والمسؤولين نوقشت خلاله تطورات الوضع الوبائي في البلاد تبصيل أوفا في سياق التقرير التالي متابعة لآخر تطورات جائحة كورونا التي تضرب البلاد بقوة هذه الأيام وبالتزامن مع ارتفاع عدد الإصابات ترأس النائب الثاني لرئيس مجلس النواب حميد حومة اجتماعا موسعا في مدينة بنغازي لبحث تداعيات الجائحة وتطور الوبائي المتسارع بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات وعدد من الوزراء والمسؤولين الاجتماع ناقش تداعيات الجائحة والإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها اللجنة العليا لمكافحة كورونا حيث طالب نائب رئيس البرلمان بإحالة تقرير يومي عن الوضع الوبائي إلى رئاسة مجلس النواب من قبل اللجنة الاستشارية الطبية وتكاتف جميع الجهات للتصدي لهذه الجائحة ومنع انتشارها وزير الصحة سعد عقوب أكد أن الوضع الوبائي غير مطمئن ودع المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الأمر غير مطمئن يحتاج من المواطن الكريم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بلبس الكمامات بالنظافة الشخصية بعدم التنقل بين المدن هذه إجراءات يجب أن تستمر من جانبها شددت رئيسة اللجنة الطبية الاستشارية فتحي العريبي على ضرورة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة كأهم إجراء وقائي من فيروس كورونا الوباء هذا كفاحة هو الإجراءات الاحترازية تباعد اجتماعي مسافة على الأقل متر بينك وبين الجنبك الاجتماعات اللي ملهنش لازمة تبعد عليهم ألبس كمامة ونظافة اليدين وزير الداخلية إبراهيم بوشناف أكد أن كل الإمكانيات مسخرة الآن للحد من انتشار الفيروس وطالب المواطنين بالالتزام بما يصدر عن اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا وعدم نقل تصريحات مغلوطة منسوبة إلى اللجنة كل الإمكانيات مسخرة الآن للحد من انتشار هذا الوباء ولكن نتمنى على جميع أن يلتزم بما يصدر عننا ولا يقول الحكومة أو الجهات المسؤولة ما لم تقل نحن نقدر الناس للحريصة واللي دائما تحث أو تبحث عن الحقيقة ولكن الحقيقة تجدوها عندنا لن نخفي شيء لأن ليس هناك ما يستدع الإخفاء كل ما يحدث الآن مطروح على الرأي العام وأيضا زيد نكرر لا تهوين ولا تهوي لا نستهين بالأمر ولا نهوله كثيرا ولا نبث الرعب في الناس وحالة الهالة التي حدثت إذن كل الأصوات تنادي بضرورة التزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي كما أثبتت تجارب الدول التي سيطرت على الوباء أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية هو السبيل الوحيد للحد من انتشار كورونا في ظل عدم الوصول إلى لقاح حتى الآن وفرت وزارة الصحة واللجنة الطبية الاستشارية 1600 اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا في مدينة الكفرة وقالت اللجنة الطبية الاستشارية بالكفرة وإن هذه الاختبارات تكفي لأخذ العينات وإجراء الفحص على 800 شخص مضيحة أن هذه الخطوة جاءت عقب ازدياد عدد المخالطين الذين تم اكتشافهم مؤخرا في المدينة هذا وأعلنت لجنة مجابهة جائحة كورونا ببلدية مصرات أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة سيشرع اعتبارا من اليوم باستقبال الحالات المشتبهة في إصابتها بفيروس كورونا وضحت اللجنة أن هذه الخطوة سيتم خلال أخذ العينات تمهيدا لتحليلها ابتداء من الساعة الخامسة عصرا بمقر كلية الطب وجراحة الفم والأسنان على طريق الدائري الرابع بالمدينة ونبقى في مصرات حيث أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا افتتاح مركز العزل رقم اثنين بمقر المحهد القومي لعلاج الأورام وذلك لإواء حالات الإصابة بالفيروس ووفق اللجنة فإن عدد الغرف بالمركز يبلغ مائة واثنتين وخمسين منها غرف للعناية مزودة بجهاز التنفس الاصطناعي وثمان واربعون غرفة عادية مجهزة بجهاز شفط السوائل وشاشة مراقبة ومضخة وردية إضافة إلى أربع غرف مخصصة لغسيل الكلة وكذلك ست عيادات للكشف أما في الزليت فقد تسلم قسم العزل مائة وعشرين استيوانات أكسجين مقدمة من وزارة الصحة المفوضة جاء ذلك بعد تواصل المجلس البلدي الزليت مع لجنة إدارة جائحة كورونا بالوزارة ويطلاعها على معاناة قسم العزل من نقص في استيوانات الأكسجين حسب بيان أو بيان للبلدية على صفحتها بمنقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في بنغازي تواصل فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالغرفة المركزية تأدية مهامها في تتبع ورصد المخالطين لحالات الإصابة المؤكدة بفايروس كورونا وقال فريق الإعلام والتوعي والتثقيف الصحي بالغرفة المركزية أن الغرفة قامت بتكليف ثلاث فرق صحية لرصد المخالطين واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة للتعامل معهم هذا وطالبت الغرفة المركزية مكافحة جائحة كورونا في بنغازي أصحاب المرافق الصحية الخاصة والمصحات والمراكز الطبية باتخاذ التدبير الاحترازية الموصى بها للوقاية من انتشار العدوى سواء للمترددين أو الأطقم الطبية العاملة بهذه المرافق مشيرة إلى أن فرق الرصد والتقصي التابعة للغرفة ومن خلال متابعتها اليومية لاحظت أن أغلب المرافق الصحية الخاصة غير ملتزمة بشروط الوقائية للعمل اليومي وحذرت الغرفة المركزية أصحاب المرافق الصحية من أنها ستقوم بممارسة دورها كسلطة صحية مختصة وأقف لهذه المرافق في حال عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية أصدر المجلس الرئاسي قرارا يقضي بضرورة التزام المواطنين والمقيمين بارتداء الكمامات الوقائية أثناء وجودهم وترددهم على جميع المقرات الحكومية والخاصة والأسواق وسائل النقل العام وغيرها كما طالب القرار أصحاب الأنشطة التجارية بتوفير المعاقمات والإرشادات الخاصة وعدم استقبال الجمهور إلا بعد التزامهم بارتداء الكمامات وأنص القرار على كل من يخالف أحكام المادة السابقة بدفع غرامة مالية قدرها 500 دينار تضاعف في حالة العودة القرار ألزم وزارة الداخلية وجهاز الحرس البلدي كل في مجال اختصاص بوضع هذه الأحكام موضع التنفيذ كما مدد المجلس الرئاسي حظر التجول من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا لمدة عشرة أيام اعتبارا من اليوم الجمعة وأنص القرار على أن يكون الحظر كاملا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع يتم خلالهما الإغلاق التام للمدن ومنع التنقل بينها ومنع التجمعات الكبيرة وخصوصا في المصائف والحدائق ونصت المادة الثانية من القرار على استثناء الخدمات الضرورية كمحلات المواد الغذائية والصيدليات على أن يسمح بالتنقل على الأقدام لتوفير الاحتياجات الضرورية للأسر وطالب القرار مأموري الضبط القضاء والجهات الأمنية بتطبيق الحظر مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية ضد المخالفين فرضت مديرية أمن الكفرة حضر تجوال لمدة 48 ساعة في إطار رفع حالة طبارئ إلى الدرجة القصوى بعد ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المدينة وطالب المتحدث باسم المديرية الملازم محمد خليل المواطنين بالتقييد بالإجراءات الاحترازية والوقاية مشددا على ضرورة الالتزام بقرار الحضر والتعاون مع رجال الأمن وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى وعن الأنشطة التجارية بالمدينة بيّن خليل أن كافة المحال مشمولة بقرار الحضر موضحا أن الصيدليات مستثنات من القرار مع ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية ونبقى في الإجراءات الاحترازية حيث اجتمع أمس عميدو وأعضاء المجلس البلدي يفرن مع نجلة مكافحة جائحة كورونا بالبلدية ومدير مديرية أمن يفرن ورئيس الحرس البلدي ورئيس الهلال الأحمر بالبلدية وناقش الاجتماع الخطوات التي يجب اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا بالمنطقة وتشديد آلية تنفيذ الإجراءات الوقائية ووضع علامات لتحديد مسافة مترين بين الأشخاص لمنع الازدحام والاختلاط داخل محال المواد الغذائية بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامات عند الدخول إلى الأسواق كما تقرر قفل صالات الأفراح والمناسبات ومخالفة كل من لا يتقيد بالتعليمات كما أجرى الفريق الطبي لجائحة كورونا ببلدية يفرن جولة تفقدية تعوية في المدينة رفقة جهاز الحرس البلدي والأجهزة الأمنية وفريق الهلال الأحمر ووفق البلدية فإن هذه الجولة تأتي لتوعية أصحاب المحال التجارية بأنواعها والمخابز والصيدليات والأنشطة الخدمية داخل بلدية يفرن بضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية في تعاملها مع المواطنين للحد من انتشار عدو الفيروس والالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية الموصى بها من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض هذا ونشدت البلدية مواطنيها التعاون مع كافة الأجهزة الأمنية وجهاز الحرس البلدي واتباع التعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص اطلقت في طبرق حملة تطهير شاملة استهدفت مقر الحجر الصحي ومركز طبرق الطبي وشوارع وأحياء وميادين المدينة الحملة جاءت بناء على طلب من رئيس المجلس التسييري طبرق رجب الخطبية لهيئة السلامة الوطنية والمؤسسة الوطنية للموارد المائية حيث شاركت فيها مديرية أمن طبرق والقطاع الصحي وجهاز الحرس البلدي في المدينة كبأتنا رئيس المجلس التسييري على استجابة هيئة السلامة الوطنية والمؤسسة الوطنية للموارد المائية لطلبه ونجاحهما في إقامة حملة التعقيم والتطهير الواسعة واجدنا اليوم من المقرون إلى مساعد من أجل هذه المدينة وكي نشعر أهلنا في طبرق أنهم همشوا أحدهم في المحنة هذه نحن معاهم قلبا وقالبا نتمنى أن يشتازوا هذه المرحلة نتمنى منهم أن يلتزموا بالتعليمات الصادرة من اللجنة العليا في مكافحة هذا الوباء وبالأخص التعليمات التي صدرت البارح من سيدي الفريق عبد الرازق النظوري رئيس الأركان العامة كل من يلتزم بهذه التعليمات يحمي نفسها يحمي أسرتها يحمي شارعة يحمي منطقتها ومدينتها ألزم بيتك تحمي نفسك تحمي وطنك طلبت إدارة مطار بنين الدولي مديرية المكاتب ورؤساء الأقسام والوحدات في المطار بتسيير أعمالهم التي تتطلب تواجد في المطار بالحد الأدنى من الموظفين والالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل ارتفاع أعداد الإصابة بالفيروس كورونا وأصدرت الإدارة بحسب موقعها رسمي مجموعة تعليمات لمختلف الأقسام بالبينها استخدام وسائل الاتصال الهاتفي في المرسلات وأمنع التردد على مقر الإدارة الرئيسية إلا للضرورة القصوى وعن طريق الرئيس المباشر مطالبة الموظفين بارتداء الكمامات واتخاذ كافة إجراءة التعقيم ومحملة المسؤولية الكاملة لكل من يخالف التعليمات وضبن برنامج التوعية والتقيف الصحي شاركت الغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي في ندوة توعوية حول سبل الوقاية من فيروس كورونا أقمتها منظمة نسائم ليبيا في مقر مكتب الفئات الخاصة بقطاع التربية والتعليم في مدينة بنغازي وقدم خلالها عضو الغرفة المكازية ومدير مكتب الإعلام والتوعية والتقيف الصحي بالخدمات الصحية بنغازي أحمد العوامي ورقة توعوية بشأن فيروس كورونا والتدبير الاحترازية للوقاية من انتشاره وكذلك منقشة العودة الآمنة لتلاميذ المدارس أعلنت نقابة العامة لطب المختبرات عن ضامنها مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض مبدئة رفضها التام لتدخلات الحاصلة في اختصاصات المركز الوطني من قبل وزارة الصحة المفوضة واللجنة العلمية الاستشارية لمجابات كورونا أوضحت النقابة في بيان صحفي أن هذا التدخل يربك العمل داخل المركز ويزيد الأمر تعقيدا خصوصا بعد تفشي الوباء ودخول ليبيا إلى المرحلة الرابعة من هذه الجائحة كما أبدت النقابة العامة استغرابها من احتزامي المجلس الرئاسي تشكيل مجلس إدارة من خارج المركز الوطني مضالبة بعدم المساس بالهيكل التنظيمي للمركز وتفتيت اختصاصاته نظمت المنظمة الدولية للهجرة برنامج تدريبية لمدة خمسة أيام حول الوقاية من العدوى ومكافحتها وإدارة حالات الإصابة بكوفيد-19 بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووفق المنظمة فإن تدريب شمل أكثر من عشرة أطباء تابعين للمنظمة حيث تم تدريبهم على زيادة تعليمات فرقهم الطبية في الميدان مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت نظرا لتزايد عدد الإصابات في ليبيا ما يشكل خطرا جسيما على المهاجرين والنازحين الذين لا يحصل معظمهم على الرعاية الصحية بانتظام قدمت المنظمة الدولية للهجرة مواد إغاثة ناسية لعدد من النازحين من المنطقة الغربية في منطقة هراوة ووضحت المنظمة أن هذه المساعدة جرى توزيعها بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية مشيرة لنا أن الإمدادات الإنسانية أرسلت من مدينة تايبنغازي وطرابلس لتزويد النازحين بالأقلية الصيفية والمراتب وأدوات المطبخ ومستلزمات النظافة العائلية وغيرها من المواد الأساسية تمكنت عناصر أشترطة بمديرية من إجدابي من القبض على متهم بافتزاز النساء وتهديدهن بالقتل حسب ما ذكرته وحدة الإعلام بالمديرية وقالت المديرية أن المتهم تم تحالته من أحد الأجلسة الأمنية إلى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن إجدابي بناء على شكوى مقدمة من أحد المواطنين وأشارت إلى أنه بعد الاستدلال من أو مع المدعي عليه ومواجهته بالقراءة اعترف بإرساله رسائل غير أخلاقية وتهديدات لأسرة المشتكين مستمرون معكم وتتابعون بعد الفاصل رئيس الهيئة العامة للكاربا يقول إن مشكلة انقطاع التيار ستحل خلال اليومين القادمين موسيقى 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 اشتركوا في القناة اهلا بكم مشاهدين من جديد وهذا تذكير بأبرز عنوين هذه النشرة في أعلى حصيلة يومية ليبيا تسجل أكثر من 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا عقوب يوكد أن الوضع الوبائي غير مطمئن ويدعو إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والغرفة المركزية تطالب المرافق الصحية باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من انتشار كورونا أكد رئيس الهيئة العامة للكاربا والطاقات المتجددة فخر المسماري أن مشكلة انقطاع الكاربا في المنطقة الشرقية ستحل خلال اليومين القادمين على أقصى تقدير المسماري وفي تصريحات صحفية قدم اعتذاره للمواطنين وأشار إلى أن الأعطال التي حصلت خارجة عن إرادة الهيئة ومع اتفاع ضغط الغاز ومع دخول الوحدة التالتة بمحطة السرير يعني نحن موعدين حسب فرق الصيانة وحسب الجد والزمني الموضوع أن يكون معنا كلهم بأقصى تقدير الجمعة ولو صار أي مفاجآت حيكون السبت أو لحد بأقصى بأقصى تقدير نحن بهذه الدخول الوحدتين هذين ورفع ضغط الغاز حنكونوا نغطينا العجز الموجود عندنا بالكامل نحن نعتذر للأخوة المواطنين على الأعطال الخارجة عن إرادتنا هذا وقلت الهيئة العامة للكارباب الحكومة الليبية أن الإطفاء الحاصل في منطقة حي أو أرض الحراسة بمدينة بنغازي منذ الليلة البارحة وحتى الآن راجع إلى وجود عطل في خط للضغط العالي وضحت الهيئة أن فرق الصيانة تفاجأت بوجود الخط المعطوب تحت بناء عشوائي يتكون من مجموعة محلات الأمر الذي أربك فرق الصيانة وعطل عملية الإصلاح رحبت المؤسسة الوطنية للنفط بقرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على شبكة من المهربين في ليبيا وأضافت المؤسسة في منشور على صفحتها بفيسبوك أن هذه الشبكة ساهمت في زعزعة استقرار البلاد مؤكدة استمرارها في مراقبة عمليات التهريب بجميع أنواعه وتقنيم بلغات وتقارير إلى مكتب النائب العام ولجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن ومتابعة الإجراءات القانونية لمحسبة المتورطين في الأعمال غير المشروعة وكانت واشنطن قد أعلنت عبر وزارة خزانتها ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على شبكة يتزعمها ليبيون تقوم بتهريب الوقود وتتاجر بالمقدرات مستمرون معكم وفي أخبارنا الدولية بعد قليل تسجيل أكثر من تسعة عشر مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم من جديد سجلت دول العالم اكثر من 19 مليون اصابة بفيروس كورونا المستجد بينها مليون حالة خلال اربعة ايام وسجلت اربعون في المئة من الحالات في الولايات المتحدة والبرازيل وهما اكثر تضررا فيما بدأت القارة السمراء تدخل مرحلة الخطر بعد ان تخطى عدد الاصابات فيها اعتبت المليون حالة مؤكدة اخر مستجدات فيروس كورونا حول العالم في التقريد التالي رسميا يسجل فيروس كورونا 19 مليون اصابة حول العالم ليثبت بذلك معدل زيادة بمليون واحد كل اربعة ايام فيما تتنافس الدول وتتسابق شركات الادوية للتوصل الى لقاح فعال في حصيلة يومية لم تسجل مثلها منذ ثلاثة اشهر سجلت الولايات المتحدة اكثر من ثلاثة الاف وفاة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية لتتصدر القائمة كاكثر دولة متضررة من الفيروس من حيث عدد الاصابات والوفيات اتجاوز اجمالي الاصابات فيها الخمسة ملايين ويظهر احصاء جديد ان عدد الاصابات في القارة الافريقية قد تجاوز المليون اصابة لكن خبراء الصحة يشككون في ان اعداد النصابين تبلغ اضعاف الارقام الرسمية بسبب ضعف المنظومة الصحية في بلدان القارة السمراء وتستمر المملكة العربية السعودية في تسجيل اكبر عدد من الاصابات بين الدول العربية مع اكثر من 285 الف اصابة لكنها تحقق تقدما ملحوظا في ارتفاع عدد حالة الشفاء التي تزيد عن 248 الف حالة ايضا تظهر مصر تقدما ملحوظا في انخفاض اصابات الفيروس لتصبح في الترتيب الرابع عربيا بعد كل من السعودية والعراق وقطر حيث وصل اجمالي عدد الحالات المؤكدة في مصر الى 95 الف حالة منها اكثر من 48 الف حالة تمثلت للشفاء في الوقت الذي اعلن فيه الرئيس الامريكي دونالد ترامب انه من الممكن ان يتوافر لقاح لفيروس كورونا قبل موعد الانتخابات الرئيسية المقررة في نوفمبر من جهتها اعلنت روسيا ان اللقاح ضد الفيروس قد دخل مرحلة الاختبارات النهائية ومن المتوقع تجيله رسميا الاسبوع المقبل لتنطلق مرحلة حجز اللقاحات حالة تكللت بالنجاح واثبتت نجاعتها في التصدي للوباء قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدروس ادهانوم من الانتعاش الاقتصادية في العالم قد يأتي بشكل اسرع في حال التوصل الى اي لقاح لكورونا وان يتم توفيره كسلعة عامة للجميع واصرح ادهانوم خلال حلقة نقاشية عبر الانترنت بان الجائحة اجهدت البنية التحتية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية في العالم اجمع ما دفع الانظمة الصحية الوطنية في كل مكان الى بدل طاقتها القصوى مشير الى ان دول العالم تنفق مليارات الدولارات لحماية امنها لكنها لم تكن مستعدة لمواجهة الاوبئة والى لبنان حيث يتوجه الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط الى بيروت غدا السبت في زيارة تضامنية مع لبنان عقب كارثة الانفجار الذي ادى الى سقوط الالاف بين قتل وجرح وتشريد الالاف او تشريد الاف الاسر اثرى تحطم منازلهم اوضح مصدر بالاملة العامة للجامع عن الهدف من الزيارة هو ابداء التضامن وحجد الدعم العربي والعالمي لمساعدة لبنان في مواجهة تابعات الكارثة الاخيرة والتي قد تمتد الى فترة زمنية طويلة خاصة في ضوء الصعوبات التي يواجهها لبنان حاليا والتي فقمتها تداعيات تفشي فيروس كورونا وكان ابو الغيط قد ناشد العالم الاسراء في تقديم المساعدات الانسانية العاجلة الى لبنان هذا واكدت منصقة الامم المتحدة في لبنان ومنصقة شؤون الانسانية نجاة رجدي تقصيصها مبلغ 9 ملايين دولار من الصندوق الانساني للبنان بغية تلبية الاحتياجات الفورية والمساعدة على تعزيز قدرة المستشفيات على استيعاب ضحايا الانفجار وفق الامم المتحدة فانه من المتوقع يخصص منصق شؤون الانسانية ولغاثة في حالات الطوارئ تمويلا اضافيا من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ مشيرة الى ان هذا التمويل يهدف الى توفير مجموعة مواد لاسعاف المصابين واجزة تنفس وامدادات طبية وادوية وغيرها من المستلزمات الطبية من جانبها كشفت او قال المتحدث باسم المفوضية الاوروبية ايريك مامير ان رئيس الجهاز التنفيذي ورئيس الاتحاد قد بعث برسالة مشتركة الى جميع الدول الاوروبية لحثي على المشاركة في تقديم المساعدات الطبية والانسانية العاجلة التي يحتاجها الشعب اللبناني بعد حادثة الانفجار في مرفع بيروت قبل ايام مشيرا الى انه من المقرر يقوم رئيس الاتحاد شارل ميشيل بزيارة ميدانية الى لبنان يوم غد هذا واكدت بروكسل ان تقديم مساعدات عاجلة لتلبية الاحتياجات الاولية للمتأثرين بالكارثة يتزامن مع العمل القائم ايروبيا ودوليا على تقييم حجم الاضرار التي تحتاج لتدخل دولي في مرحلة ثانية هي مرحلة اعادة الاعمار هذا وكشفت التقديرات الاولية لمنظمة الامم المتحدة للطفولة اليونسيف عن ان ما بين ثمانين الفا ومائة الف طفل قد اصبحوا بلا مأوى جراء الانفجار الضخم الذي ضرب مرفع بيروت يوم الثلاثاء الماضي قالت المتحدثة باسم اليونسيف ماريكسي ميركادو ان اكثر من مائة وعشرين مدرسة في العاصمة اللبنانية قد تضررت جراء الانفجار وهي الان بحاجة الى عمليات ترميم قبل بدء العام الدراسي اضافة الى الحاجة الماسة لتوفير احتياجات الانسانية فورا وبكميات كبيرة والان الى ابرز عنوين هذه النشرة في اعلى حصيلة يومية ليبيا تسجل اكثر من اربعمائة اصابة جديدة بفيروس كورونا عقوب يؤكد ان الوضع الوبائي غير مطمئن ويدعو الى الالتزام بالاجراءات الاحترازية والغرفة المركزية تطالب المرافق الصحية باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من انتشار كورونا نهاية النشرة الى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا